ماشيلي بقى بقيت الحالات عشان نخش عالجزئيه اللي بعدي هيا دي الجزئيه هو جابلي هو جابلي عالجزئيه اللي بعدي على طرق هو جابلي ابن الاخر كريم فؤاد كريم فؤاد بصك كريم لو عايزت كمان كريم فؤاد بقى تلقض اه لازم اعود عشان حاس انت عايزت تقول لأغني انا عايز اقول لأغني عشان محمود يسمعك وتبضل اه اغني على الكريم بصك كريم اه رجل عايشه لعيب كوره هو شغلته لعيب كوره بيعوش حاجة تانية اه والعقلية اه اقول لك حاجتين شكل الحياة اللي عايشه كريم فؤاد اه وممكن ما بنحبش نقول الكلام ده اللي في حينه يعني كريم فؤاد عايش في جيلابوتريكا هواء الجمعة اه وانا اقعي ما اقوله جايدا بروحش في حتة الناس اتفلم ما بين السطور يعني ساعة عشرة تماما بيكون نايم ساعة ستة الصبح بيصحى كريم فؤاد براهن عليه وناس كتير بتراهن عليه لانه مش بس العيب موهوب هو العيب منضابط وعنده عقلية خليني اقولك عليها بعد تاني بقى ويمكن ده سبب لكرم ربنا لانه الكرة مش مهارة ولا موهبة بس في جزء بيبقى توفيق من المولى عز وجل لما يجي الراجل زي مارسي الكولر على فكرة الادور اللي بعملها كريم اه اعمالها في امبي ممكن معناش وقت نجيب اللي عمله في امبي بنفس الادوار بنفس الشكل يمكنش بنفس الفعالية هو كل اللي عامل مارسي الكولر لانه دعك الفانوس صحيح فطلع كريم فؤاد صحيح كريم فؤاد ده كريم ويمكن يعني كريم يسمحني بقى ان انا اقول الكلام ده يعني في واحد من اللعيبة اللي كانوا موجودين في معسكر معسكرات المتخب الـ 2001 بيلعب في نادي بلدية المحلة شاقول اسمي يعني وكان بيلعب مباراة لموليد تسعة وتسينة وموليد ألفين وواحد وجاله نزيف في المخة ويعني محدش محد يساعده ومحدش عمل له اي حاجة وكريم عرف بالصدفة من طريق حد يعني خلال الكلام ده من شهرين ثلاثة اللي فاتوا فكريم تولى وخد الموضوع بالكامل وطلب من الناس حتى اللي كانوا في النص وسطاء ان هم ما يتكلموش في الامر وما يقولوش هو بيعمل ايه ويمكن دكتور وفائي في النادي الاهلي واكتر من حد عارفين الموضوع واللعيب الشاب الصغير ده الحمد لله تعافى دلوقتي وبقى زي الفل وخليني اقولك يعني في حاجات انسانية اه لازم تقف قدامها كتير يعني الولد نفسه كان حد من زمانين لا يعني تواصل معاه رايب وآه بسه من ايام ويعني دعا للناس اللي وقفت معاه وهو الحمد لله رجع وبيلعب وبيشترك ومعوجود مع نادي مع فريق بلدات المحلة وآه يعني كريم فؤاد هو الاه اه تكفل بعليك تأثرت انت أنا عارف ان انت عارف تفاصيل الكصة دي فعشان كده انت تأثرت بص سبحان الله سبحان الله مش عايز اقول كلام اللي هو بيتقال اللي هو كلام تنظير او انشأ او خلافه يعني بس ما هو ما فيش شخص في العالم ربنا بيكرمه قوي لما يكون فعلا هو شخص قريب من ربنا وشخص فعلا بيعمل الاعمال المفروض الشخص الطبيعي بيعملها فكريم فؤاد ان انت تقولي الكصة دي فدي كصة ممكن ايه تغلف اللي بيحصل كله انه كرم ربنا واسع عليه واضح جدا واسع عليه جدا فده انت بتقولي كمان يعني افل الكصين بالنسبة لك الكريم فؤاد كمل لك الكصة وانه توفيق ربنا ما بيجيش من فراغ اه بيكتحد واملتزم جدا وملتزم من كل الاتجاهات وموهوب جدا لانه انا قلتلك ما بين قصين انه كريم فؤاد قدم مرضود شبه ده قريب منه مع ام بي ما كانش بنفس اللمعة وبنفس الشكل لكن لكن بيقدم مستويات كبيرة وعطاقات كبيرة من هو موجود في النجوم عشان كريم بيخده لكن انه بتقولي يظهر ويظهر بالشكل ده النهاردة وتوفيق ما بعده وتوفيق ومش من النهاردة من الوقت الوجود ده مارسل كولر وانه وفاجأة العيب كان معرض جدا في فترة مدير فني سابق للنادي الاهلي انه يخرج على سبيل الاعارة او يخرج من النادي الاهلي يبقى النهاردة واحد من نجوم الشباك في الدور المصري جيمة اشكرك شكرك جدا والله يعني القصة بجانب التحيل العظيم كالعادة منك بس القصة كمان قصة عبقرية جدا واتفاهمنا يعني اللي بيحصل قوي يعني تخلينا نجمع الخيوط بالنسبة لقرب ربنا على كريم فؤد